السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا فيكن اخوان الكرام مع قناة مباريب سيربس. اكم طالد رويش بحيكم بتمنى لكم مش هادة ممتعة. اليوم متل ما متعودين دائما نشارككم كل شيء تقريبا بيكون بين ايدينا. اه معنا جهاز ايفون اربعطاش. اه جهاز نعمله data recovery. نرجع ال data. ومهمة جدا ال data. فما لي عارف بالضبط شو هو مشكلة الجهاز. انا كل اللي عملته اني فقط فكيت البورد. ومثل ما بتعرفوا انه هذا البورد اه او هذا جهاز بنفك من الطبقتين. لحتى تقدر تطلع البورد. فمهم جدا تكون حذر اثناء فك البورد وتنتبه بالاخص على الفلاتات اللي موجودة بظهر الجهاز او الشاشة بحذاتها. فنحن ان شاء الله رح نحاول نحلل العطل ونتابع مع بعض. طبعا منذكركم دائما بالاشتراك بالقناة. وتفعيل زر الجرس حتى وصلكم كل شي جديد اه مساحة التعليقات متاحة اسفل الفيديو. اذا في اي معلومة او اي شيء حابين تواصلوا معي فيه. اه اهلا وسهلا فيكم بعيوات. طبعا اول خطوة رح نعملها رح نحاول نقرأ معلومات الجهاز. يعني رح نحاول نشوف الجهاز على البور سبلاي. لانه ما عندي ادنى فكرة. شو ممكن يكون على البور سبلاي? شو اللي صاير? انا ونشغل مع بعض. مثل ما شايفين عندي الجهاز مطفي. احابدأ بتشغيل الجهاز. وراح نلاحز مع بعض انه انا في عندي الاربعة فاصل اتنين فولت موجود. معناته ما عندي شيء خاطئ بالنسبة لفولت. لكن عندي خطأ في التيار. التيار لازم يكون صفر. عم يعطيني مية واربعين. مية وواحد واربعين. وهذا شيء خاطئ. دليل على وجود في الجهاز. خلينا نشغل الجهاز نشوف. مباشرة نط نطة واحدة للواحد امبير. لاحزنا شو اللي صار رح حاول وقف المونيتورينج لحتى نشوف مع بعض الفكرة اللي عم نحكي عنا شو هي بالضبط. لاحظوا معي الجهاز كان شغال بقيمة تقريبا صفر فاصل مية واربع واربعين. لما ضغطت على زر التشغيل قفز قفزة واحدة مباشرة لصفر فاصل خمسة بعدين صفر فاصل تسعة وشد معي على الواحد امبير باقل من واحد باقل من تقريبا اه اتنين ميلي سانية. فمباشرة نط نطة سريعة معنات هنا في عندي بعد التشغيل. شورت بعد التشغيل. طيب خلينا نشوف هذا الشي يا هل ترى بيبين معنا ولا آآ يعني نقدر نحدد شيء محدد عليه لهذا الموضوع ولا نحن بحاجة لانه ندخل بتفاصيل كتيرة. فاللي راح اعمله راح اشغل برنامج الكاميرا الحرارية. ونحاول نقلع الجهاز تحت الكاميرا الحرارية. نشوف يا هل ترى. راح يفرق معي هذا الموضوع. راح يبين معي اي معلومة تساعدني من وين ابدأ. راح نحاول نشغل نشوف بالضبط اذا فيه علامة حرارية عم تظهر عندي. علامة الحرارية موجودة اسفل هاي النقطة. ولما عم بنشغل عم بيشتغل عندي اسفل هاي النقطة تماما. الحرارة عم بتجمع عندي اسفل هاي النقطة تماما. طيب نشوف الطرف الثاني. في عنا شي بالطرف الثاني. نحاول نشغل مرة تانية نشوف اذا فيه. ما صدرت الحرارة بشكل سريع معناته المشكلة بالطبقة اللي موجودة على الطرف الاول. مشكلتي بالطبقة الاولى. مشكلتي بهاي الطبقة اللي موجودة على الطرف الاول. فخلينا نفحصها ونشوف قبل ما نفك البورد. اذا فيه شيء غريب. صار عندي المشكلة في هاي المنطقة. رح نعمل هلأ حاليا. نفك اللصق اللي موجود هون. بدنا نحدد شو هي الاجرائية اللي صار او شو اللي صار هنا به المنطقة. لأ فعليا هون الطرف الاولي ما عندي شيء بيدل على وجود مشكلة بهذا المكان. طيب اذا فتحنا البرنامج يا ترى نشوف شو في بظهر هذا البورد. شو موجود عندي بظهر هذا البورد? بالوضع الراهن. اه يعني ما منقدر نظهر اي شيء لكن. بدنا نشوف عن طريق مخطط اذا فيه امكانية نحدد مكان. احتمالية العطل بشكل افضل. فقط على الايفون. اربعتاش طبقة العين كان. حكينا انه الطبقة الاولى هي هاي هي الطبقة الاولى اللي عندي. متل ما شايفين شايفين هاي هي الطبقة الاولى اللي موجودة عندي. وانتدادها موجود بهذا المكان. في عندي مجموعة اي سيات. انا واثق انه ما راح نعرف شو هاي الاي سيات. هنشوف اذا فيه اي شيء بدل. مدر بورد دايجرام. تعال نشوف. حكي فاضي. طبقة الاولى. ها هي الطبقة الاولى اللي فيها المشكلة. هاي الطبقة اللي فيها المشكلة المفروض. انه بظهرها تماما. هاي الطبقة. بظهرها تماما هاي الطبقة. وهون عنا اي سيات الاوديو. اي سيات الاوديو اللي موجودة على الجهاز. فانا فعليا عندي احتمالية بمنطقة الاوديو يكون في عندي خلل. موقف الجهاز بهاي الطريقة. وهاي المشكلة اللي صايرة. طيب. في هالحالة هاي ما عنا حل تاني غير انه نبدأ بفك الجهاز. لحتى نوصل للمقاط كلها. ونحل المشكلة بإذن الله تعالى. فنكون حذرين. فك هذا الجهاز لانه شوي مزعج. خلينا نشوف مع بعض نتائج الفحص. راح نلاقي في شوية عجيب. راح نلاقي شوية عجيب في في الجهاز. خلينا نروح خلينا نبرد شوي جهاز مش هنقدر نمسكه على الاقل. بعدين. منحاول نشوف مع بعض. نشوف مع بعض. نشوف مع بعض. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شولي لاحظتم بالتعليقات كتبونا اياهم نشوف يا هل ترقوا وات ملاحظتكم بدون مايكروسكوب شوفوا يا شباب نروح على المايكروسكوب ونشوف مع بعض اذا مبدئيا شوفوا شوفنا في هذا الصديق متضرر لكن الحلو في المخطوع انه ما زال الاقطاب تبعوا موجودة يعني فعليا فقط هو راح من النقطة تبعوه بس الاقطاب الرئيسية لسا تموجودة متل ما بنعرف نحن المعالج على الطبقة السفلية فيعني ال WL بتخيل هو الحل المثالي لهذا الموضوع انه مفرغ من الوسط اما بالنسبة لصاحبنا لمشورة الآن حسب ما انا شايف لاحظوا معي هون اتشافتوها ولا لسا شايفين الوان القزقزح لطلعة الايسي مكسرة تكسير تام الايسي مكسرة تكسير تام وهذا دليل انه هي المتضررة بشكل اولي سبب هذا الضرب اه اكل ضربة ومكسرة متل ما شايفين بهذا الشكل فهي اللي عاملة المشكلة وسببها انه الفلتر اللي من ورا مكسور ومتعرض لصدمة فقدى لهاي المشكلة رح نحل المشكلة واحدة واحدة ونشوفوا هلترا كيف رح تنحل معنا الامور اول شغلة خذينا الام المقاط اللي موجودة هون شكرا لكم اعجاب ان مedyّ03 انا اعجاب ان cumplENE حسنا اشترك كيف هلأ نجيب الفلتر نفسه. الفلتر ما اتضرر. متل ما شايفين. ما انا بتضرر الاقطاب موجودة. بس بحاجة انه نعزز اللحام عليهم. ان شاء الله بتنحل المشكلة. ناخد الفلتر نفسه. او الكويل نفسه. ومرجع الكويل. مكانه. شوية حرارة بتساعد وبتوفي بالغرض. اشتركوا في القناة. وهيك صديقنا العزيز نزل مكانه. فينا نحدد. بكل بساطة طبعا. اذا كان في مشكلة في الجهاز في من نحدد. يعني اذا كان هذا الفلتر فيه مشكلة ولا لا. على كل حل. نحن هلأ هذا الفلتر صار جاهز. ان شاء الله. بس نحن راح نقوم بتثبيته بعد شوي. راح نحط له شوية لحتى ما يتحرك مرة تانية. نيجي للبورد التاني. اني هو عليه. صديقتنا العزيزة. IC. الاوديو. وبكل بساطة. نرفع IC الاوديو. في هذا الشكل. اشتركوا في القناة. نحنًا。 اشتركوا في القناة. بديلة. خمسة ثلاثة سبعة. خمسة ثلاثة سبعة نفس الاي سي. من ايفون الاربا عشر برو ماكس. نفس الرقم خمسة ثلاثة سبعة هو نفس الرقم اللي موجود على الاي سي. من نضف البورد. والاي سي ان شاء الله جاهزة. لا تنزل مكانها بكل بساطة. ممكن نشوف الاي سي نحن فكناها. وحاولنا نفكها بدون مشاكل. فهي جاهزة لتنزل باذن الله مثل ما هي. اشتركوا في القناة. 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 اشتركوا في القناة 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 صاد مائوية ما فينا نخلي الشاشة بس تمام الجهاز وضع طبيعي ان شاء الله فقط انه نحن هلا بحاجة لنثبت كل شيء بمكانه ونعمله ونشغله متل ما شفنا الجهاز رجع يشتغل مية في المية فقط الموضوع دائما بحاجة نتذكر الخطوات الاولى الاساسية للعمل انه لازم تكون متى ما نحن شفناها قبل ما بلشنا الفيديو وبهاي الطريقة منكون اعرفنا بالضبط شو المشاكل اللي ممكن نواجهها وكيف ممكن نتغلب عليها اتمنى ان الفيديو اه ينال اعجابكم الفكرة فيها بشكل سريع ممكن تكون سليسة وسهلة اه الهدف من الفيديو متل ما حكينا ايجاد الطريقة المثالية لتحليل الاعطال شكرا متابعتكم اتمنى ان نشوفكم ان شاء الله بلقاء اخر السلام عليكم ورحمت الله